اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني أفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء نقدم لكم هذا البرنامج ليكون نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراد وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع الصحية والطبية التي تشغل بال الجميع فهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي ومن الإخراج معنا الأستاذ نمر محمد عبد فكل الأمنيات لكم بحلقة إن شاء الله تكون مميزة ومليئة بالمعلومات الصحية والطبية مثل ما عودناكم دائما مستمعين نبدأ حلقتنا باستعراض مجموعة من أهم الأخبار التي طالعتنا بها الصحف المحلية ووكلات الأنباء العالمية نبدأ حلقتنا بخبر يقول القطامي خطة توسع في الخدمات الصحية لمواكبة التطور العمراني دشنت هيئة الصحة في دبي أمس أحدث مراكزها الطبية وهو مركز الراشدية لفحص اللياقة الطبية الذي شهد تحولا مهما في تجهيزاته الطبية وبنيته التحتية ومرافقه في خطوة مهمة اتخذتها الهيئة لتوفير أرقى الخدمات وفق أعلى المعايير الخاصة بالجودة والمعمول بها في مجال الفحوص الطبية الدقيقة ولدى افتتاحه المركز تفقد وتفقده لمرافقه أكد معاني حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة تدرك حجم التطور العمراني المتنامي في دبي وأن هناك خطة وبرامج عمل للتوسع في نطاق الخدمات سواء من حيث التخصصات أو النطاق الجغرافي وهي تعمل في الوقت نفسه على الوصول بخدماتها إلى أفراد المجتمع أينما كانوا وأن هذا هو جزء من سياسة الهيئة الهادفة إلى تحقيق رضى المتعاملين وإسعادهم الخبر الثاني يقول النظام الغذائي النباتي يطيل العمر أظهرت نتائج دراسة جديدة نشرتها إحدى المجالات العالمية أن اتباع نمط غذائي نباتي من شأنه أن يزيد معدل عمر المر حوالي أربع سنوات وكشف الباحثون القائمون على الدراسة من مايو كلينك أن آثار اتباع النمط الغذائي النباتي لفترة لا تقل عن 17 عاما ترفع معدل عمر الإنسان وسطيا 3.6 سنوات طبعا الباحثون أشاروا إلى الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بكثرة يرتفع لديهم خطر الوفاة بسبب إصابتهم بأمراض مختلفة مقارنة مع أولئك الذين لا يتناولونها بتاتا وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة من خلال مراجعة 6 الدراسات وأبحاث علمية سابقة حول آثار النمط الغذائي النباتي والحيواني على الوفاة والتي ضمت مليون فارز 500 شخص تابتين على هذا النمط النباتي بالإضافة إلى 5000 شخص يتناولون كمية منخفضة من اللحوم كما ظهرت الدراسات أن اللحوم المعالجة ترفع من خطر الوفاة بأمراض شتى بشكل كبير كما تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ولاحظ العلماء انخفاض خطر الوفاة بسبب الأمراض المختلفة لمن تناول كمية منخفضة من اللحوم بنسبة 25 إلى 50% مقارنة مع أولئك الذين يتناولون كمية كبيرة منها طبعا أنا بعلق على هذا الخبر بحكم من كثير ما أسمع الخبراء التغذية عندنا في الهيئة يتحدثون عن أن يجب أن تكون الوجبة متكاملة يعني الواحد ما يقدر يقول أنا بس باكل وجبات نباتية فقط وممكن يعني هذه الدراسة لها صحتها ولها يعني أبحاثة اللي قاموا فيها ضمن الدراسات العلمية لكن أول شيء لحن العمار عندنا نبيد رب العالمين يعني زاد يوم نقص يوم هذا عند رب العالمين الثنين الفكرة وين الفكرة أن كنت تحافظ على نمط حياة صحي سليم وهذا النمط يعني يرتكز بشكل كبير على الأشياء اللي تدخلها في بطنك يعني شو اللي تحطه في بطنك هذا إما بيسبب لك مرض إما بعالتك من مرض إما بيقيك من مرض واضح؟ فخلونا نحاول قدر الإمكان أن نحن نلتزم بالوجبات الصحية الكاملة سواء كان فيها لحوم لكن كل شيء بالمعقول لا إفراط ولا تفريط طيب في خبر ثاني يقول جهاز جديد يمنع الشعور بألم وخز الإبر الطبية يعني في حد عندهم فوبيا من أن ياخذ إبرة يعني تحس أن في شيء كبير بيستويبه طيب هنا فريق من العلماء الشباب لجامعة رايز الأمريكية يتمكنوا من تطوير جهاز جديد يتمتع بفاعلية رائعة في منع الشعور بالألم الناجم عن الوخز بإبر الحقن الطبية طبعا هذا الأمر يعد مثير يعني جدا للأطفال وللأشخاص اللي يعانون من الخوف من إبر الحقن والله تذكر فيديوهات كنت أشوفها على السوشيال ميديا يعني أشياء يخافون صدق يخافون في عندهم فوبيا يعني مش طبيعية عموما الجهاز هذا يعرف باسم حيث يقوم بتبريد وتخدير يعني تنميل منطقة الجلد اللي سيتم حقنها خلال ستين ثانية فقط وهو ما يجعل الشخص لا يشعر بوخز بإبرت الحقنة ولا يعاني من أي آلام طبعا الفكرة تعتمد فكرة عمل الجهاز تعتمد على أحداث تفاعل كيميائي سريع ماص للحرارة وذلك بتحريك ولف الجهاز الصغير الاصطواني الشكل واللي يوجد به تجويفان منفصلان يحتوي أحدهما على نترات الأمونيوم والآخر على الماء عند تحريك الجهاز تنطلق مادة كيميائية عبر الجهاز الصغير ويحدث تفاعل كيميائي الماص للحرارة فيتسبب ببرودة الجلد والشعور بالتنميل خلال ستين ثانية ثم يقوم الشخص المتخصص بحقن المريض في هذه المنطقة وأكد الباحثون أن الجهاز الجديد تم تصميمه باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D ويبلغ سعره كم تتوقعون؟ دولارين تقريبا يعني طبعا هو يستخدم لمرة واحدة فقط لافتين أنه سيساهم في تخفيف لعم الملايين من الأشخاص حول العالم وكما سيساهم في تحسين النتائج العلاجية للمرضى الذين يتجنبون الحصول على الحقن وأضاف الباحثون أن هذا الجهاز تم تصميمه خصيصا للأشخاص الذين يشعرون بقدر كبير من الألم عند استخدام الحقن مثل الأطفال وكبار السن ما بأي حدية وحطوا لهالجهاز دولارين يعني كم؟ سبع ولا ثمانية؟ ثمان دراهم ثمان دراهم وتحطه مرة وحدة وهذا يعني كم بتحمل ميزانية؟ كبيرة وأخبركم أن ليش أتكلم أحين عن الميزانية وأتكلم عن هذه الأشياء عموما كما أنه يصلح للاستهدام في المناطق التي يوجد بها الوشومة والتاتو وأيضا في ثقب حلمة الأذن دون الشعور بألام كبيرة أنا ليش أتكلم عن الميزانيات وأتكلم عن الأجهزة الطبية هذه وأتكلم عن الأدوية لأن بعد الفاصل مستمعين ما نفتح موضوع جميل جدا مع ضيفنا اللي يعني مشارفنا اليوم في الأستوديو الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهاية الصحة في دبي نفتح موضوع الصيدلة بشكل عام وما نخصص الحديث حقيقة في الجهاز الجديد اللي أعلنت عنه هي توايد السفسارات من الناس عن هذا الجهاز وين هذا الجهاز وين نحصله منه المستحقه منه من وين نقدر ناخذه شو هو الجهاز شو آلية العمل كل هذه الأسئلة ما نجاوب عليها في حوارنا بعد الفاصل ما نتكلم عن أحدث أجهزة قياس السكري للمرضى اللي وفرتها الهيئة بالمجان فاصلوا ما رجع لكم صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للألام وعبر إذاعةكم المميزة إذاعة نور دبي مستمعين حققت هيئة الصحة بدبي سبقا مهما على صعيد خدماتها الذكية حيث قامت بتوفير أحد أفضل أجهزة قياس السكري في الدم وهو آخر ما جاد به العالم من التقنيات وتكنولوجيا لمستلزمات الطبية فائقة المستوى وذلك في إطار توجه الهيئة لتقديم أرقى الخدمات الصحية لجمهور المتعاملين متقدمة باقتناء هذا الجهاز الدقيق على دول المنطقة والعديد من الدول الأوروبية المتصدرة للساحة الصحية في العالم نحن البار حياتنا الكثير من الاستفسارات سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على طريق البرنامج والآن بعد كذلك قاعدة توصلنا مجموعة رسائل نصية في هذا الإطار فارتأينا يعني أن نستضيف معنا الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهية الصحة بدبي اللي بيحدثنا عن توفر هذا الجهاز الحديث في قياس السكري للمرضى بالمجان لكن لمنوه من عرف لمنوه بالضبط من خلال هذا الحوار حياك الله معانا دكتور أنا حديك أخو محمود سباح قد الله بالخير بالنور والسرود دكتور في البداية يعني قبل أن ندخل في التفاصيل هذه خلنا نأخذ فكرة عامة عن الجهاز وهل يعني بالفعل هذا الجهاز أنتوا تقدمونا بالمجان للمواطنين أول شيء الجهاز طبعا عبارا جزئين جزء واحد اللي هو القارئ نفسه اللي هو مثل الموبايل الصغير والجزء الثاني له المجس اللي هو السنسر اسمونا بالإنجليزي السنسر أو المجس هذا ينحط على اليد الذراع وتم هذا مدة أسبوعين وتم تغييره فكل أسبوعين تم تبديل المجس وأما القارئ يكون موجود طبعا عند الشخص هو يستخدمه على طول الجهاز هذا طبعا جهاز ذقي هيئة الصحة أول هيئة حكومية في الشرق الأوسط توفرها الجهاز من أحدى الهيئات أو الجهات الحكومية في العالم لتوفر الجهاز واعد الجهاز واعد من أحدث التقنيات في هذا المجال يعني المشاكل الكثيرة لمرضى الناس طبعا من بعض الأشخاص اللي هم يعانون من طبعا السكر بس نازم فيها فيها ضوابط وفيها حدود نتكلم عنها بعدين إن شاء الله إن شاء الله لكن الجهاز هو يعطي يعني شاء وعده لهؤلاء الذين يعنون من السكر طيب آلية عمل الجهاز شو هي بالضبط دكتور؟ آلية إنه هو طبعا المجلس لما ينحط على الذراع وتم بعد ساعة من وضع المجلس أو السنسر اللي نحن نتكلم بالإنجليزي السنسر عبارة عن شو دكتور؟ لزقة؟ لزقة هي مش لزقة هي قدة درهم تنحط على اليد شوية بروزة حوالي ملي اثنين ملي تتم تلزيكة على اليد طبعا فيها واخزة بسيطة مش واخزة هي شيء بسيط شعر بس ما يحس بها المريض تم هذه طبعا بعد ساعة من وضعها تم برمجة الجهاز اللي هو القارة وبعدها ممكن ياخذ القارة كل ثانية كل ثانية ممكن ياخذه طبعا هو عسل حسب ما يبغي يعني يبغي كل ثانية كل دقيقة كل ساعة كل نصف ساعة فياخذه يبرمجها فوق على حسب الطبيب يبرمجها ولا لا هو المريض يبرمجها وهو ياخذ ما فيها برمجة خلاص هو ممكن يحط الجهاز يمرر عليه بس على هذا مثل مثل ويطلع عنده على الجهاز كم قراءة السكر اوكي اذا هي عبارة عن سنسر يتم وضعه على اليد وهناك الجهاز القارة اللي ذكرت الدكتور من خلال رغبة المريض بقراءة معدل السكر فقط ان يمرر هذا الجهاز او القارة على السنسر او المجس انا ما بغي يقول مجس لديه عنده في السعودية المجس هذا فن من فنون الشعبية عنده او القارة خلنا نقول السنسر السنسر حطها عليه وطبعا تطلع عنده القارات قد ما هيبغي جميل جميل طيب دكتور واحد من اكثر الاسئلة اللي مرت علينا بخصوص هذا الجهاز قبل ندخل في تفاصيل واحد وادري ان نحن منعيد هذا السؤال مرة ومرتين خلال هذه الحلقة متى سيتم توزيع هذا الجهاز وايضا هل هو بالفعل يقدم بالمجان للمرضى تكلم اوش عن الضوابط محمود زين تفاصيل نحط الضوابط فيه ويوزح هو مش يوزح هو يصرف يصرف يعني تطلع وصفة من الطبيب وتصرف من الصيدرية اوكي يعني هي وصفة من الطبيب لا يتم توزيعها ولكن هي تصرف بناء على وصفة من الطبيب وصفة من الطبيب وبناء على ضوابط معينة طبعا الطبيب اذا شاف هو الشخص تنطبق عليه الضوابط يكتب الوصفة وتصرفها تصدريه تصرف في البداية قارئ واحد جهاز ويعطى اللي هو السنسورز اه الناس اللي يعني تنطبق عليهم هذي وليهم ضوابط طبعا احنا نتكلم عن الماضي المصابين بالسكري من نوع الاول اه منهم هذين اللي هم عندهم هبوط اه مستمر في القلوكوز في مستوى القلوكوز ويعني ما مستطيعين انهم يسمون لي كنترول سيطرون عليه هذي مجموعة اللي هي تستحقل هذي تاخذ الدهار او الناس اللي عندهم السكر تراكمي استرسلتهم ما قادي يضلطونه ايش بي اي وان سي فهذي اه فيه بتزايد فيه تذبذب وهذا وممكن طبعا يؤثر على حياتهم وممكن يؤدي اؤثر على حركتهم اليومية هذي طبعا اثنين اشخاص يتنطبق عليهم ايضا انهم بحاجة الى خفض السكر اللي هو التراكمي دون ان يتسبب هذا المستوى في اي يعني اثر طبعا في مستويات القلوكوز نفسه لانه هو مستقر القلوكوز هذي مجموعة الاولى اللي هم ينطبق عليهم المجموعة الثانية اطفال مصابين بالداء السكري من النوع الاول وهذي طبعا بتعطى يعني اليهم العينة هذي طبعا خايفين ان هم في خطر ان اللي هو كوز يهبط وصيبهم مثلا المستوى الطبيعية ممكن يفقدون الوعي صحيح ايضا المصابون بالسكر من النوع الاول والثاني يأخذون عدة جرعات من الانسولين في اليوم وما عندهم مسيطرتهم ضعيفة على طبعا مسيطرت السكر في الدم وما مستطيعين يسيطرون على هذي فهذي طبعا دايما يأخذون هذي ايضا الاشخاص النوع هاي طبعا الفئة الثالثة الفئة الرابعة اللي هي الاشخاص المصابين بداع السكر من النوع الاول او الثاني ويأخذون قدة حقا مستوى الدم مثابته ويعانون من تزايد في مستوى الدم وما مستطيعين انهم بالوخز اللي هو الوصل الذاتي ما مستطيع انهم مسيطرون عليهم فهذه الاشخاص اللي هم تلاقيهم هن يأخذ نفسه ست مرات سبع مرات في اليوم هذا الوخز الكثير ما مسيطر يعاني من انه ممكن تذبذب ممكن يفقل الوعي بسبب نقص السكر هذا كلهم هذي الاشخاص اللي هم فعلا يستحقون اما مثلا والله واحد يوخذ نفسه مرة في اليوم وهذا يعني هذا ما مثل او مسيطر القلوكوز والسكر فما في داعي ان استخدام هذا الجهاز الجهاز هذا لانه يحل مشكلة ناس تعاني فعلا من يعني من هذا المرض السكر وهو مرض العصر ولا ما ممكن ما قادرين احنا او هو ما قادر سوي كنت هول لنفسه ممكن يفقل في بعض الاشخاص اخ محمود يعني هو نايم ينزل السكر ومسيطر ممكن واحد مثلا ما قادرين هذا هذا كله يساعده يساعد مثلا في الاكل يساعده في افاض على المستوى الثابت وهذا فهذا الجهاز يعطيه على طول ايديكيشن 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 يبين لي والله انتع الوقت هذا مرتفع السكر في الوقت هذا مثلا نازل السكر عندك شو سويه يتخذ اجراءات جميل ايضا دكتور انا باتكلم عن الجهاز بشكل مفصل اكثر بعد بس قبل ان اطلع فاصل يعني فيه سؤال يقول كم سعر الجهاز هذا لو سمحت الجهاز يعني ما اقول لك غالي ولا اقول لك رخيص يعني هو معقول ما اقول لك فى مثلا بس انت أنت ماتكلم عن الجهاز بس انتكلم عن سنسا المستهلك مستهلك فالمستهلك هذا كل سبوعين كل سبوعين يتم استبدال جميل ايه دكتور انا عندي مجموعة كثيرة من الاسئلة التي ايه وردتنا حول هذا الموضوع وايضا ماتواصل معاك في الحديث لكن بعد ما نوقف مع هذا الفاصل لكن قبل الفاصل خلني اقرأ بس هذي الرساله شوي خارج الموضوع لكن ايه ابي عبد الله يقول كم سأقرأة وأيهم قبل القوة رسالة لهية الصحة في دبي لازلنا بانتظار وضع مقاعد عند مخارج المستشفيات التابعة لكم لكبار السن من المرضى الذين يضطرون للوقوف تحت أشعة الشمس الحارة في انتظار سيارة أجراء للذهاب لمنازلهم طيب عبدالله يليت بس تذكر لي المستشفيات لأن أنا أذكر مثلا مستشفى الطيفة في عندهم هذه المقاعد موجودة الخارجية والداخلية مستشفى دبي أعتقد نفس الموضوع يمكن إذا تقصد مستشفى راشد بس حدد لي الأماكن التي تطريها لأن يعني أحيانا تكون شوية بس في بعض الأمور الإنشائية اللي موجودة في مرافق الهيئة تكون غير الإنشاء وكذلك هذا ما يمنع أنه يجب أن يتم توفير هذه المقاعد مثل ما ذكرتها ونحن نحول الموضوع للمعنيين عندنا في الهيئة عموما نحن نتواصل على موضوع جهاز السكري لديد طبعا دكتور عطانا تفاصيل عن المستحقين وبعض آليات العمل بالنسبة لهذا الجهاز عندنا مجموعة كثيرة من الأسئلة ما نتكلم عن مميزات هذا الجهاز ما نتكلم عن تفاصيل أكثر في هذا الجهاز لكن من بعد ما نوقف مع هذا الفاصل وما أرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعينك كرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة والذي نتمنى دائما أن نقدم فيه المعلومة الصحية التي تنال رضاكم وأيضا نحاول نطرح في مختلف المواضيع اللي تكون فيها فائدة لكم السلام عليكم اللي يحطون في المستشفيات كبائن مكيفة وبها زر لطلب التاكسي ويكون نفس كبائن انتظار الباصات وحتى لوف العيادات بعد وشكرا علي المهيري والاقتراح جميل اقتراح جميل ما نرفعه للمعنيين وإن شاء الله ما نتواصل معك يا علي إذا بتقدمه حتى أيضا ضمن برنامج الاقتراحات الخاص بحكومة دبي بيكون جيد أخو يا علي بس عموما نحن من صوبنا ما نرفع الاقتراح للمعنيين في هيئة الصحة بدبي نرجع لموضوعنا الرئيسي اللي نتكلم فيه عن أحدثة جزة قياس السكري والذي يتم توزيعه للمرضى بالمجان المرضى مبكرة للمرضى في شروط تكلم عنها ضيفنا في السوديو الدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة في هيئة الصحة بدبي تكلم عن شروط وتكلم عن آلية عمل الجهاز وشو هو الجهاز وشو هي المعايير اللي يتم مش توزيع لا يتم صرف الجهاز هذا للمرضى في فرقها ما بين توزيع ما بين صرف صرف يعني لازم تكون فيه وصفة طبية من الطبيب يقدم هذه الوصفة أن يصرف هذا الجهاز لهذا المريض وهذا المريض يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة طيب الآن يا جماعة الخير بالطرق لبعض الأسئلة ليتنا دكتور كان يقول هل تم مقارنة نتائج هذه الأجهزة بنتائج الأجهزة المعتمدة في مختبر دائرة الصحة ما أدري يعني شو علاقة المختبر في هذا الجهاز دائما طبعا حتى أجهزة الوخص باليد والتأخذ في المنازل دائما الجهاز فيه يعني شي بسيط درجة أو درجتين وهذا شي عادي بس هي من ناحية الدقة في هذه الأجهزة الجهاز تم فعلا يعني مقارنته مع القراءات الثانية وفعلا طبعا هو فيه دقة نحن الدقة نقولها لما تكون 99% فيها دقة فهو دقيق يعتبر فمن أجهزة دقيقة في الحوصات وفي هذه أثبت أنه نعم دقيق سؤال ثاني يقول هاي سيتم توزيع الجهاز على جميع المرضى سواء المتعالجين في المستشيات أو العيادات الخارجية أو المطلوب إبرازي للحصول على الجهاز أنت دكتور تكلمت عن الضوابط والمعايير التي يتم صرف الجهاز عليها ولكن خلنا نتحدث دكتور عن الأماكن اللي ممكن يصرف من خلالها هذا الجهاز الجهاز يصرف عن طريق طبعا أخصائي مركز دبي للسكري أيو مركز دبي للسكري ومستشهى دبي وفي الأيالات التخصصية في الأيال التخصصية أو في مستشهى راشد ومستشهى لطيفة جميل واضح يا جماعة نعيد مرة ثانية دكتور مستشفى دبي ومركز دبي للسكري ومستشهى راشد ومستشفى لطيفة ومن قبل الأطباء المتخصصين في هذا المجال جميل لو سمحت بنتي فيها السكر تصرفون لها عندها بطاقة دبي لكن تراجع في مستشفى آخر يجب أن يكون طبعا هنا مثل مراقبة هنا وصفة طبية يعني معناتها لازم تراجع الدكتور وتم تقييمها أدنى في الهيئة من أحد المراقبة هذه لحنا نتكلمنا عنها ثاني شيء إذا كان طبعا هي طفلة في مستشهى دبي أو مستشهى لطيفة أو حتى مراقبة السكري المهم تكون أنها وصفة هي مسجلة مريضة مسجلة أدنى يعني تحمل بطاقة وصفة طبية ثم حدد الدكتور أنه فعلا أن هذا الشخص أو المريض محتاج إلى الجهاز وتصرف إلى الوصفة جميل دكتور في سؤال يعني طبعا أنا كنت حاطين ضمن المحاورة البسلة لكن أحد المستمعين قال الله يعطيكم العافية لغير المواطنين كيف يحصلون على هذا الجهاز طيب بالإضافة إلى هذا السؤال دكتور خلني أتكلم بعد للمواطنين غير اللي ما تنطبق عليهم الشروط والمعايير اللي ذكرتها في بداية اللقاء ولا دكتور خلني شو رايك نذكر على عجالة بالشروط والمعايير بعدين المستمعين اللي انضموننا الحين ully بس على السريع على العجالة شو هي الشروط والمعايير وهذه الشروط والمعايير المواطنين اللي ما تنطبق عليهم هذي الشروط كيف ممكن يحصلون على هذا الجهاز إذا كانت فيه أمكانية و أيضاً بناء على طلب للمستمع لغير المواطنين كيف يمكنهم الحصول على هذا الجهاز الضابط المعايير طبعا نعيدها مثلا نقول نحنا أول شيء اللي هم بالنوع الأول مصاببين بالسكري النوع الأول possessوال النوع الأول إذا كان عندهم هبوط المستوى القلوكوز بالدم دائماً يعني شوفوا نحسون فيها وهم ما عندهم دراية بهذا الهبوط يعني ممكن نصيبهم إغماء ممكن نصيبهم هبوط هذا الأول شيء هذا يستحقون هذا الشيء الجهاز اثنين تعدى مستوى السكر لهو تراكمي لهو HPA1C عن الحدود العليا وبعدين تغير متزايد وما فيه كنترول ما فيه سيطرة عليه زالهم مخايفين أن هذا يهدد حياة المريض يعني من هبوط في السكر ثلاثة حاجتهم إلى خفض مستوى السكر التراكمي ال HPA1C دون أن يتسبب فيه هبوط فيه مستوى القلوكوز في الدم عن المستوى الطبيعية هذا الأول فئة تستحق الفئة الثانية لأطفال المصابين بدأ السكر من النوع الأول والمعارضين لهبوط خطر الهبوط مستوى القلوكوز بالدم عن المستوى الطبيعية ممكن يعني يؤدي إلى خطر حلقتهم ثلاثة الفئة الثالثة المصابين بدأ السكر من النوع الأول والثاني أي واحدة الأول أو الثاني ويأخذون أدة حقا من الإنسلين وهذه اللي يأخذون عدة حقا من الإنسلين ممسيطرين على القلوكوز في الدم وما قادرين أنهم يسيطرون وحتى يعني بين البخز والإجراء الفحص الذاتي ما قادرين سيطرون عن القلوكوز الفئة الرابعة وهي الأخيرة اللي هي من مرضى السكر من النوع الأول أو الثاني يأخذون بعد عدة جرعات من حقا من الإنسلين يوميا لديهم سيطرة ضعيفة على مستوى القلوكوز بالدم يعانون من مستوى متزايد في تغيير من القلوكوز تزايد يزيل القل وما قادرين بعد سيطرون عليه بالوخز إنه بالنهار طبعا هذين الأشخاص يأخذون أدة مرات أيديهم ست سبع ثمام مرات في اليوم يأخذون إنسلين أدة مرات هذين فعلا ممكن لهذه يعني يحتاجون لهذه أما مثلا الشخص الذي يأخذ نفسه مرة في اليوم أو يأخذ حبوب أو يأخذ مرة واحدة في اليوم أو مرتين في الإنسلين هذا أو عندهم كنترول على الإنسلين ما يحتاج أن يأخذ قراءات مستمرة والجهاز يأخذ قراءة ممكن تأخذ به كل ثانية ويعطيك منحنة منحنة يبين لك أنت شو صار يعني ممكن تسوي كنترول على السكة وإنت ماشي مع المريض نايم إذا قاعد قبل الأكل بعد الأكل فيعطي على طول النحناءات بالسكانينج هذا الدكتور طيب خلنا نجاوب على السؤالين هذه العقبة إن شاء الله بكتبه عندي هذا السؤال ينزين بالنسبة لغير المواطنين كيف يحصوا على هذا الجهاز؟ الغير المواطنين والمواطنين اللي لا تمطبق عليهم هاي الضروب وهو يابغياخ دي طبعا هيئة الصحة بتوفر لهم الجهاز مقابل يعني طبعا رسوم مالية مبالغ تم إخبارهم عنها حسب ما هم يرهبون إذا أي واحد يبغي أخذ جهاز هو ما ينطبق عليه المواصفة هاي ويقولوا لا أنا أبغي أنا أخذ الحبوب بس أنا أبغي أحط الجهاز ما في مشكلة ما تنطبق عليه المآيير لكن ممكن ما نمنعه من حصول الجهاز لكن وفر ليه مقابل مبلغ معين وهذا هذا نفس الموضوع للمواطنين كذلك المواطنين اللي ما تنطبق عليهم الشروط الشروط والوافدين أو غير المواطنين أيضا يتوفر لهم طيب إذا كان فيه وافد وتنطبق عليه هذه الشروط إحنا هاي الموفرة فقط الجهاز في الوقت الحالي للمواطنين فقط طيب دكتور أنا أرجع لي الجهاز نفسه وآلية عمل هذا الجهاز أنت ذكرت يعني من بين الأشياء أن هناك قراءة واضحة تعطي مؤشرات في الجهاز لمعدلات السكر طيب كيف يمكن أحيان كل اللي قلناه هذا عن الفائدة اللي ممكن يستفيد منها المريض لكن الطبيب نفسه كيف يمكن له أن يستفيد من هذا الجهاز في تقديم يعني فحص أو قراءة جيدة لحالة هذا المريض ممتاز سؤال ممتاز وفي مكانه أخ محمود زاكرنا خير أولا الجهاز يعطي منحنة يعني إذا كان المريض حط الجهاز سوى سكانينج حصل القراءة سوى سكانينج بعد نص ساعة حصل فالمريض هذا أول شيء هو مستفيد شخصيا لأنه هو عارف نفسه حين السكر زايد نازل لأن المريض عارف نفسه صحيح لما يوصل للطبيب وشوفه في الزيارة الثانية هو ممكن يرى الطبيب الجهاز والطبيب يشوف التذبذب أو هل هو فيه تذبذب هل هو محتاج يسوي لإيش يضيف له دواء يقل يزيد يرفع فطبعا أول شيء في البداية المريض نفسه هو يسوي كنتوه نفسه في الأكل لأنه ما يشوف فيه زيادة في نقص ثاني الطبيب يعرف أنه هذا المريض لا تجاوب مع الإلاج غير أنه لما تأخذ واخذ الواخذ تأخذها في ساعة معينة حتى للناس اللي أخونا دعنا نقول ثمان مرات في اليوم يعني فيه أخذ ساعتين بعد ساعتين ما شيء فهي ساعتين فيه تأذب هذا لا هو نايم ما ما أخذ الواخذ ما نسوي واخذ هو نايم ما يندر نزل السكر وتفع فأفكل هذه الأشياء لكن لما يكون الجهاز موجود ممكن تأخذه في أي لحظة معناته أنت عندك الإنحناء أو عندك القراءة كل فترة أنت تحددها نص سراعة فعندك لما يصير الطبيب الطبيب يعرف أن المريض ما يعني هذا فعالجه فعرف أنه عالجه هل يستمر عن نفس العلاج هل يقلل في العلاج هل يضيف للعلاج فزائد أنه طبعا يسمونها كواليتي أوف لايف لأنه لا يوجد واخذ لا يوجد هذا زائد نحن نتكلم عن شيء مهم بعد مرضى السكر دائما السكر الاتفاع والنز هبوطه هذا يهدد حياتهم زائد إذا نزل وإذا ارتفع بعد يأثر على أعضاء ثانية العين وكله وظائف الجسم الثانية فإحنا كل هذه الأشياء لما هذا كنت بالجهاز وتقدر يستطيع تحسنت من وظائف الجسم وظائف العضاء الثانية في الجسم حافظ على جسم هذا حافظ على نفس المريض نفسه وعضاء الجسم الثاني العين فكلها هذه مهمة جدا يعني هذه تحسن من جميل وأيضا المعروف دكتور أن داء السكر يعني خلاص هو نمط حياة يجب أن يعيش معه المريض طيب دكتور تحدثنا عن هذه القراءات يا ترى يعني لماذا يتم تخزين هذه القراءات كامل مدة الموجودة لهذه القراءات ويمكن الطبيب يرجع لها 6 شهور 6 شهور والجهاز الموجود في هيعة الصحة هو بعد شيء ثاني المتواجد فريد منه على أن الأجهزة السابقة كانت فقط قرار بالإنجليزي الجهاز هذا يقرأ إنجليزي عربي فرنسي جميل جميل إذن متعدد اللغات كذلك ممكن تحدد الإنجليزي العربي لأي لغة هذا آيفون وهذا وهو صغير جدا جهاز متين موبايل بس يعتبر نص الموبايل أتمنى جميل وسهل في التنقل وين ما يحطه في جيب ويمشي في المريض وين ما يبغي إذن دكتور من باب التذكير فقط أن الجهاز يعني متوفر حاليا وهو شو اسمه فريستايل لبري وتم إن شاء الله متواجد وإن شاء الله من يوم الأحد تم صرفه حسب وصفه وصرفه حسب الضوابط اللي ذكرناها من شوية من المنافذ اللي حين فتعناها المنافذ اللي هي مستشفيات راشد ودبي ولطيفة إلى جانب مركز دبي للسكري يوم الأحد القادم سيتم صرف هذا الجهاز صرفه وليس توزيعه فالجماعة اللي متوجهين إلى مركز دبي للسكري الآن يعني نقولهم يا جماعة الخير أول شيء الإعلان طلع على أساس أن الصرف سوف يتم يوم لأحد مش اليوم هذا واحد الثنين الجهاز سيتم صرفه وفق وصفات طبية وضوابط معينة ذكرناها اللي هي ما بين اللي يعانون من هبوط مستمر في مستوى القلوكوز والأطفال المصابين بمرض السكري من الدرجة الأولى دكتور من نوع الأول من نوع الأول الثاني كذلك الثاني يعني وهو التراقم السكري التراقم ما مستقر عندهم صحيح يحقنون بالإنسولين حقا كثيرة عدة حقا جميل جدا أعتقد عطينا موضوع حقه دكتور في شيء بعد نبغي نبغي نضيفه في هذا المجال ولا لا شكرا أخي محمود أهم شيء أننا أهم شيء أن الجهاز هذا هو فعلا جهاز ذكي وهدف نحن تحسين من جودة الحياة عند هذا المواطن الذين يعانون من هذا المرض خاصا هذا اللي نشوفهم فعلا يوخزون أيديهم وأصابرهم هدت وخزات في اليوم وبعدها ما قادر يسيطرون على هذا المرض ما قادر يسيطرون على السكري جميل اللي عايبني في الموضوع دكتور أن للأمانة هي الصحة توجهت بتوفير هذا الجهاز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل مجاني يعني ليش ليش اتخذت أنكم أنتو توفرون هذا الجهاز وبشكل مجاني وأيضا يعني الأسباب اللي دفعت أنكم أنتو تحطون مثل هذا التوجه في محبول أنت عارف أنت أقدر مني أن نهاية الصحة توجهاتها أن توفير الهياس سعيدة للمواطنين حسب توجهات الحكومة رشيدة ونحن نتوجه بهذه طبعا السراتيجية في الهيئة أنه هدفنا إسعاد وإسعاد يعني المجتمع وإسعاد المجتمع توفير الشيء الأفضل للمجتمع لأفضل المجتمع وبالشكل السليم طبعا الضوابط وضعت للاستهلاك الأمثل والسليم وأن يحصل لها المحتاج هو فعلا اللي يحتاج لها لما تفتح ما في ضوابط ما يكون فيه استهلاك أمثل واستهلاك سليم في نفس الوقت طبعا أنت تحب أنه تم يعني استخدام الجهاز بشكل يعني يعطي نتائج جيدة ويحمل المجتمع ويسعد المجتمع وهي توجهات هيئة الصحة حسب التوجهات العامة للحكومة جزاهم الله خير جميل دكتور وأيضا بعد تأكيد على كلامك بالإضافة لذلك أن وجود مثل هذا الجهاز هو عبارة عن وقاية كذلك للعديد من الأمراض مثل ما ذكرت في الحوار دكتور أن هذا الجهاز ممكن المستمرة لتقي المصاب ببداء السكري الله يشافه ويعافيه إن شاء الله والله يبعد هذا المرض عن كل شخص سليم لكن الفكرة أنه بمجرد القراءات هذه سوف تتحسن حياته أيضا من ساهم في عملية الوقاية من العديد من الأمراض التي قد يتعرض لها وهو أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية هيئة الصحة بدبي وأيضا ضمن الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العالم المتحدة بعد ما تمتغير مسمى وزارة الصحة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع فهذا نحن حبينا نأكد عليه وحبينا نقوله ونتمنى لكم التوفيق دكتور وكنا نتمنى أيضا إذا كنا ما نتكلم شوية عن إدارة الصيدلة بشكل عام بس كم عندي وقت دقيقتين ما يمدينا ثلاث دقائق أعطينا بس دكتور ثلاث دقائق أنا أعطيك دقيقتين من عندي ودقيقة بختم فيها بشكل عام إدارة الصيدلة لدكتور وأهم الشغلات اللي تبغي الجمهور يعرفها عن هذه الإدارة طبعا أخو محمود جزاكر الله خير نعطينا دقيقتين هاي الله أول شي مرة نرجع للجهاز الجهاز يعني هي طفرة نوعية تتقدم في هيئة الصحة وإن شاء الله هيئة الصحة دائما في دبي تم قد متقدمة في مجالات هذه وخدمة المجتمع وإسعاد المجتمع إن شاء الله طبعا أحد الأشياء التي نحن نتركز عليها أنه بعد من إسعاد المجتمع أنه هي توصيل الأدوية للمنازل من الأشياء المهمة جدا إننا نحن اليوم في مجتمع للناس مشغولة بعيد عن المستشفى فتوصيل الدواء ممكن نوصل لهم للمنازل في أي مكان في الدولة موش لازم بس في دبي في دبي وفي أي مكان في أي إمار من إمارة دورة شو سميت هو الخدمة هادي توصيل المنازل كان زاجل هي زاجل هي مصوينها زاجل وطبعا يعني الخدمة هاي خدمة زاجل توصل وين ما تبريه تبريه في المكتب تبريه في المنازل ضمن رسوم رسوم بسيطة ضمن رسوم بسيطة جدا يعني شيء رمزي جدا وتوفر عليك حتى الوقت وفلوس التايسي والبترول وهي هذا شيء صحيح هذا شيء واحد الشيء الثاني حدنا حملة الدواء سلام وعطاء في هيئة الصحة وطبعا نحن طلقنا انطلاقة جيدة وبعد التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وكان في حملة معهم وان شاء الله تكون حملة مع القيادة العامة الشيطة الدبي وان شاء الله متواجهين للجهات الحكومية وهذه طبعا حملة الدواء سلام وعطاء هي الدواء يحمل بيع والمجتمع من الأدوية التالفة بحيث ان تؤطى هذا وتم تلافع بطريق السليم اولا الأدوية الفائضة عن حاجة تؤخذ وتم اعطاها للهيئات والجمعيات الخيرية هذا الشيء الثاني الشيء الاخير انتوجه هيئة الصحة او توجه وإدارة الصحة لأتمتت وا استخدام الروبوتات في صدرياتها وذلك أساسا ان احنا نقلل فترة انتظار المرضى صدريات ذكية ايوه فاستخدامها بال سوديوشن وهذا ان شاء الله في الاستخدام القريب جدا وان شاء الله هاي تكون طبعا انها طفرة اذا انا بس بعد ذكر في موضوع سلامة وعطاء هذه الحملة لانا تحمل بعد انساني جميل وايضا بعد بيئي وفيها العديد من المحاور المهمة الفكرة فيها اخواني باختصار لانا الوقت قد ازف ان يا جماعة الخير اللي عنده مجموعة ادوية في البيت سواء تاريخ انتهاء ولا بعد التاريخ ممكن واحد يستبيد منها نرجوكم تاخدونا الى احد مراكز الهيئة والمستشفيات ممكن استلمونا من عندكم هناك وهما بيفندونها التفنيد العلمي والسليم للتخلص من هذه الادوية بالشكل الصحيح دكتور علي السيد مدير ادارة خدمات الصيدلة بهاية الصحة بدبي نحن شاكرين لك تواجدك معنا في هذه الحلقة مميزة ونتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا شكرا كل الشكر لك اخوي نمر محمد عبد وشكر موصول لكم مستمعين الكرام وحتى نلقاكم ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم مع حلقة جديدة ومواضيع اخرى تهمكم تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف ونقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي